اشتركوا في القناة مرقص بيتفرد في حادثة شوي غريبة عن سياق الحدث نفسه ولسيما في البستان مكتوب في آية خمسين فتركه الجميع وهربوا في آية واحد وخمسين وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا إذا ممكن توضح لنا الآية في العالة آية مقتضبة وكمان أقول أنها لم ترد لا في متة ولا لوقة ولا يحنى لم ترد إلا في إنجيل مرقص هذا قاض بعض المفسرين قال أنهم استنتجوا أنه ربما كان هذا الشاب هو مرقص بعينه كاتب هذا الإنجيل وفي الحقيقة هذا الاستنتاج مش بعيد ما قدرش أجزمه وأقول هو ده مية في المية لكن أقول أنه استنتاج مش بعيد لماذا لأنه برضو على الأرجح المسيح عمل العشاء الأخير والعشاء الأول عشاء الفصح الأخير وعشاء الرب الأول في بيت في أرشاليم من هو هذا البيت برضو ما قالش الكتاب الأرجح أنه بيت أم مرقص لها مريم اللي كانت الكنيسة بتجتمع وتصلي عندها في أرشاليم والراجل حامل جرة ماء قد يكون مرقص أو قد يكون أبو مرقص المهم في هذا المكان عمل المسيح العشاء الأخير والعشاء الأول ولعله سمع كلمات المسيح لأنه في نفس البيت هو في العلية وربما سمع ربما أحس بشيء ما وبعدين يبدو أنه وصله خبر أن السيد العظيم يسوع ألقي القبض عليه أو أنه هناك ستمائة عسكري لأن التعبير بحسب إنجيل يوحن يفيد عشر لاجئون عشر لاجئون يعني ستمائة عسكري رايحين إلى المستان يلقوا القبض على يسوع فهو قام النومه لأن المسيح في الوقت ده كان في نص الليل تقريبا في مستان جاسيماني فخرج من نومه يا دوبك حط إزار على عريه وجري يشوف اللي حصل الكتاب يقول لنا أنهم أبضوا على يسوع والتلميذ كلهم هربوا وبعدين يجيب لنا حدثة زي ما قلت لم ترد إلا في إنجيل ماركوس أن هناك شاب تابعه لابسا إزارا على عريه وبعدين يقول لنا فأمسكه الشبان عاوز يصور لنا رعب الموقف ماركوس هنا بريشاته الفنية بيرسم رعب الموقف ففي شاب عايز يتبع المسيح يشوف هيجراله إيه زي ما بيحصل معنا لما بنشوف أي حدثة بنمشي وراء عايزنا نشوف النتيجة إيه فهو فعل ذلك أمسكه الشبان ومن الخوف ومن الرعب ترك ثوبه في يدهم وهرب عريانا القصد من هذه قصة تصوير أن الموقف كان رهيبا ماركوس هرب عريانا وبطرس أنكر المسيح أما سيدنا وحبيبنا فقد مضى إلى الصليب بكل شجاعة وبأس قال للجيني أبوضوا علي من تطلبون يسوع النصري أنا هو دعوا هؤلاء يذهبون ومضى إلى الصليب حبا بنا ترجمة نانسي قنقر